السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يساعدنا في قناة كراءات وحكايات تقديم العدد الثلاثون من سلسلة رويات رجل المستحيل الرمال المحرقة لماذا استعانت المخابرات المغربية بأدهم صبري مرة ثانية؟ كيف يواجه رجل المستحيل خصماً ذا نفوذ قوي في دولته؟ أيقضي أدهم صبري على إمبراطورية المخدرات في المغرب؟ أم تكون هي مغامرته الأخيرة؟ استمع للتفاصيل المثيرة لترى كيف يعمل رجل المستحيل تطلع مدير المخابرات المصرية الجديد في هدوء إلى الشاب الوسيم ذي الملمح الشرقية الذي يقف في ثبات واحترام أمامه ثم هبط ببصره ليمر بعينيه فوق بضعة سطور من برقية تحمل طابعاً خاصاً عاد بعدها إلى تأمل الشاب الهادئ قبل أن يقول في هدوء لا ينم مطلقاً عما يعتمل في نفسه ولماذا يصير جلالة ملك المغرب على اختيار العقيد أدهم صبري بالذات أيها الرائد؟ تنحنح الشاب الوسيم وقال في نبرات واضحة تحمل اللكنة الشرقية لقد سبق لنا الاستعانة بسيادة العقيد أدهم صبري في مرة سابقة إبان عمل مدير المخابرات السابق ووزير الدفاع الحالي يا سيدي ولقد أظهر من الكفاءة ما دفع جلالة الملك إلى طلب معاونتي هذه المرة أيضاً سمت مدير المخابرات لحظة وكأنه يدير الأمر في رأسه قبل أن يقول كان من المفروض طلب معاونة المخابرات المصرية فقط وعلينا نحن اختيار الرجل المناسب قال الشاب الوسيم في لهجة تحمل الاعتذار المهذب تقبل أسف المخابرات المغربية يا سيدي إنه خطأنا نحن سات الصمت لحظة إلا من صوت جهاز التكييف الهوائي الذي يحمي جو الغرفة من الحرارة الشديدة خارجها ثم اتسم مدير المخابرات المصرية وقال لا داعي للأسف أيها الرائد مصر دائماً في خدمة أشقائها العرب ثم رفع سماعة الهاتف وقال فيه دوء وبلهجة آمرة أبلغ العقيد أدهم صبره بموافاة في مكتب فوراً أخبره أن الأمر عاجل وهام جافف أدهم صبر العرق الغزير الذي يسيل على جبينه وابتسمه وهو يتطلع إلى وجه قدري البدي الذي غرق وسط شلال من العرق وقال في لهجته الساخرة التي اعتادها قدري أما أنا لك أن تصلح جهاز التكييف في حجراتك أيها البدين قبل أن نفتقدك يوماً ونكتشف أنك قد تحولت إلى بحر من العرق قهقها قدري ضاحقاً واهتز جسده البدين كعادته وهو يقول سيكون ذلك مؤسفاً فأنا لا أجد العوم ابتسم أدهم في خبس وقال لا عليك يا صديقي يكفي أن تترك جسدك البدين حراً وسيطفو وحده كما يحدث للبوارج الضخمة عادت ضحكة قدري تجلجل في حجراته لتختلط برانين الهاتف الداخلي فأسرع يلتقطه قائلاً في لهجة سريعة هنا قدري من المكتب رقم سبعة من المتحدث وصمت لحظة استمع خلالها إلى محدثه ثم قال في هدوء سيكون هناك فوراً يا سيدي ودع السماعة وهو يجافف عرقه ويلتفت إلى أدهم قائلاً إنهم يطلبونك يا صديقي المدير شخصياً يطلبك نهضى أدهم في نشاط وأسرع يغادر الغرفة وهو يقول ضاحقاً أصلح جهاز التكييف في المرة القادمة يا صديقي قبل أن تحدث الكارثة وتتحول إلى الشاب راشيك من كثرة ما تفقده من الماء وأغلق الباب خلفي قبل أن تكتمل ضحكة قدري وأسرع يصعد في درجات سل مبنى المخابرة المصرية إلى الضور الرابع حيث مكتب مدير المخابرات وهو يلقي تحياته في باشاشة على كل من يقابلهم في طريقه حتى توقف أمام مكتب المدير فعدل منه اندامه بسرعة وترق الباب في هدوء أتاه صوت مدير المخابرات يطلب منه الدخول فدفع الباب وخطى داخلاً وهو يقول العقد أدهم صبري في خدمتك يا سيدي ثم توقفه وتهللت أساريره حينما وقع بصره على الشاب الوسيم الذي نهض مرحباً وفوق شفتيه ارتسمت ابتسامة أنيقة فاندفع أدهم نحوه وعانقه في سعادة قائلاً الرائد محمد كيف حالك يا صديقي؟ إننا لم نلتقي منذ عملية منذ كارلو صفحه الرائد محمد قائلاً لقد كنت رائعاً حينذاك يا سيدي قاطع مدير المخابرات لقائهم الحار وهو يقول في هدوء المخابرات المغربية تطلب معاونتك يانون واحد تطلع أدهم إلى الرائد محمد في دهشة وقال عجباً إن المخابرات المغربية مشهود لها بالكفاءة يا محمد أهم الرائد محمد برأسه موافقاً وقال الأمر لا يتعلق بالكفاءة يا سيدي تلعقيد إنه يتعلق مثل المرة السابقة بالحاجة إلى دم جديد رجل غير معروف ولا ينتمي إلى جهاز مخابراتنا سأله أدهم في اهتمام هل انشق رجل آخر من رجالكم هذه المرة أيضاً ابتسام الرائد محمد ابتسام هادئة وقال ليس من الممكن حدوث هذا في أي جهاز للمخابرات أكثر من مرة واحدة يا سيدي تلعقيد إنما الأمر في هذه المرة يتعلق برجل ذي مكان اقتصادية كبيرة يعرف رجال مخابراتنا جميعهم ولنقول إنه قام بتدريبهم يوماً ما قبل أن تكشف تحرياتنا ما دفعنا إلى اتخاذ موقف الخصم منه قول مدير المخابرات في هدوء إجليس يانون واحد وسأقص عليك الأمر كما فهمته من حديث الرائد محمد ومن البرقية الشفرية التي أرسلها جلالة ملك المغرب وما أن استقر المجلس بأدهم حتى تنحنح مدير المخابرات وقال يتعلق الأمر بانتشار تجارة المخدرات في الأونة الأخيرة داخل المملكة المغربية إلى حد بات يهدد الأمن القومي والتقدم الحضر هناك ولقد نشطت أجهزة الشرطة المغربية في محاولة لإيقاف هذا السيل من السمو ولكن محاولتها باءت بالفشل عدة مرات ولا عدة أسباب ليس من بينها ما يمس مهارة أو كفاءة رجال الشرطة أنفسهم ولا ضعف وسائلهم مما أدى إلى اعتقاد قوي بوجود شخصي دي ما كان خطيرة يرأس هذه العملية المدمرة وهنا تدخل جهاز المخابرات المغربي بحكم الخطورة الشديدة للأمر ولما كانت الإمكانات المتوفرة لأجهزة المخابرات تفوق دائما تلك التي تتوافر لرجال الشرطة فقد وضعت المخابرة المغربية يدها على الخيوط الرئيسية للعملية ولكن ذلك زاد الأمر تعقيدا فالرجل الذي اتجهت إليه نهايات الخيوط اقتصادي كبير له مكان مرموقة هناك مما يحتاج إلى الدليل قوي للغاية قبل إلقاء القبض عليه وإلا ظن الشعب المغربي أنها محاولة للإقاع بالرجل سياسيا واقتصاديا سأل أدهم في هدوء وهذا يحتاج إلى رجل من خارج جهاز المخابرات المغربي بالطبع أليس كذلك؟ أكمل الرائد محمد حديث مدير المخابرات قائلا بلى بلى يا سيدة العقيد إننا نحتاج إلى رجل يمكنه العمل بمفرده وتحقيق نتائج إيجابية فعالة رجل لا يهاب الموت ولا يخشى المستحيل رجل يمتلك الخبرات والمهارات اللازمة ولكنه لا ينتمي للمخابرات المغربية بحيث لا يؤدي كشف أمره إلى متاعب سياسية حسم مدير المخابرات المصرية الأمر وهو يقول في حزم باختصار إنهم يحتاجون إلى رجل المستحيل في قلب الصحراء رفع أدهم صبري المنظر المقارب عن عينيه وجفف عرقه ثم التفت إلى زميلته مونة توفيق وقال لقد اقتربنا من قلعة الصحراء عزيزتي زفرت مونة في ضيق وقالت وهي تحكم وضع غطاء الرأس الذي ترتديه في محاولة لدرأ أشعة الشمس المحرقة هل تتوقع مني أن أسعد بذلك يا سيدة العقيد؟ إننا نهرب من صحراء المغرب المحرقة إلى قلعة ربما ينتظرنا الموت داخل أقبيتها جلس أدهم على مقعد السير الجيب التي تقله وزميلته وعاد يقافف عرقه قائلا في سخرية هي له من عمل يرسلنا إلى الاتحاد السوفيتي في قلب الشتاء وإلى الصحراء المغربية في منتصف الصيف تنهدت مونة على حين أدهم محركات السير الجيب وهو يسمعها تسأله ولماذا اختار حافظ بن باهي بناء قلعة في هذه النقطة المنعزلة من صحراء المغرب؟ انطلق أدهم بالسيارة وهو يجيبها قائلا لقد قضي حافظ بن باهي ثلاث سنوات تقريبا يدرب رجال المخابرات المغربية على أعمال المتفجرات بصفتي خبيرا سابقا في هذا المجال وكان التدريب يتم في هذه القلعة المنعزلة ثم لم يلبث أن اعتزل وطلب شراء المكان فمنحته السلطات ذلك مكافأة له على الخدمات التي قدمها من قبل هزت مونة رأسها وسألته في حيرة وكيف يتجي مثل هذا الرجل إلى الإتقار بالمخدرات والسمو؟ مطى أدهم شفتي في شمئزاز وقال إنها شهوة المال والصراء يا عزيزتي تلك الغشاوة التي يضعها الشيطان على أعين الطامعين ثم لا ينزعها إلا حينما يردون أنفسهم مورد التهلكة سهد الصمت طويلا بعد هذه العبارة إلى أن قال أدهم في اهتمام استعد لتمثيل دورك يا عزيزتي فما أن ندور حول التب الرملية المواجهة لنا حتى نصبح في منتهى الوضوح أمام أعين رقباء حافز بن باهي ولما لم يطلق جوابا استدار إلى منا فوجدها قد أغلقت عينيها واسترخت في مقعدها تماما فسألها في سخرية فيما تفكرين يا طنقي أجابته في هدوء دون أن تبتسم أو تفتحينيها في سلوك القدو الجنوبي لعل الفكرة تخفف من وطأة الحرارة وقف حافز بن باهي أمام مرآة غرفته يعقد رباط عنقه في اهتمام عناية وكان قد ارتدى حل ويضاء ناصعة بدت متناسقة برغم بدانته الواضحة وقميصا أزرق اللون من الحرير الطيلاندي الثمين ووقف بعد ذلك يتأمل ملامحه في إعجاب كان وجهه ممتلئا يميل إلى السمرة كشأن الشرقي وله عينين ضيقتين تبدو منهما في صعوبة حطقتين عسليتين اللون أسفل حاجبين سودوين كسيفين وله أنف مستقيم فوق الشارب كث اختلط سواده بشيبه وفوق رأسه شعر كثيف تزينه خصل بيضاء ناصعة من منتصف جبهته وسالفان وخطهما الشيب مما أعطاه مظهرا وسيما أنيقا وكان يبدو معجبا بهيئته حينما دخل إلى غرفته رجل مفتول العضلاء تشوف ملامحه عن القوة والبأس يقول في اهتمام يبدو أن لدينا زائرين يا زعيمي توقف حافظ بغطة عن هندمت حلته والتفت إلى الرجل متسائلا في دهشة زائرين ماذا تعني يا خالد قال خالد وهو يعقد سعديه المفتولين أمام صدره مصرية رجل وزوجته يبدو عليهم الإرهاق الشديد والزوجة فاقد الوعي تقريبا واعتقد أنها مصابة بضربة شمس لشدة الحرارة التقى حاجب أحافظ في تفكير وهو يسأل خالد في بطء وكيف وصل إلى هنا؟ أجبه خالد يقول الرجل أنه مضل طريقهما في أثناء محاولته تصوير بعض قبائل الطوارق التي تنتشر في المنطقة ولقد وصل إلى هنا في سيارة من نوع الجيب سأله حافظ في اهتمام هل فتشت السيارة؟ أو ما أخالد برأسه موافقا وقال نعم ولقد وجدت معدات التصوير وزمزمية فارغة من الماء تقريبا سمت حافظ من باه طويلا وبدأ التفكير العميق في كل خلاجات وجهه قبل أن يقوم هناك شيء ما يثير ريبتي في هذا الأمر يا خالد وأعتقد أنه من الأفضل أن أقابل زائرين بنفسي أسبلت مناعينيها متظاهرة بالدوار برغم الدهشة العارمة التي احتوت كل خلية من خلاياها بمجرد عبورها وأدهم مدخل قلعة حافظ بن باهي إلى البهو فائق الأنقة والثراء في مدخلها كان الانتقال من الصحراء القاحلة إلى القلعة يجبه الانتقال من الجحيم إلى الجنة في قفزة واحدة ولقد حولتها أجهزة التكييف إلى مناخ ربيع جميل وانتشرت في جوانب البهو الرخامية البيضاء أحواض الظهور والنباتات الخضراء النظرة وتوسطت البهو نفورة أنيقة من المرمر الأبيض تسكوب رزاز الماء في حاود من الرخام الناصع كانت كل لمحة في القصر توحي بالثراء الفاحش والذوق السليم حتى أن منا لم تستطع كتمان تنهيدة انتلقت من صدرها ولم تلبث أن فتحت عينيها في بط وهي تغمغم أين أنا؟ ماذا حدث يا أسامة؟ ما لا أدهم نحوها متظاهرا بالجزع وهو يقول لقد نجونا يا عزيزتي اطمئني وفي تلك اللحظة وصل حافز بحلاته البيضاء الأنيقة يتبعه خالد بعضلاته المفتولة ونهض أدهم متظاهرا بالارتباع وهو يصافحه قائلا معزر يا سيدي لقد ضللنا الطريق قاطعه حافز وهو يتفرز في ملامحه في اهتمام قائلا مرحبا بكم على أي تحال أنا حافز بن باهي صاحب شركة باهي للميكانة الزراعية أشعر أدهم إلى مونة التي نهضت في شكل يوحي بالضعف وقال أنا أسامة صفوت مصور سينماء مصري وزوجتي مهة أمام صحفية مصرية تأمل حافز ملامحه ما فيه دوء وقال من العجيب أن تسمح لك السلطة المغربية بالتجوال وحدك في هذه الصحراء يا سيد أسامة فهذا خطر للغاية تظاهر أدهم بالأسف وهو يقول إنه خطأ يا سيد حافز لقد رفضت انتظار الدليل وظننت أنه بإمكاني اكتياز صحرائكم وحدي قال حافز فيه دوء خطأ خطأ يا سيد أسامة الوطنيون يطلقون على ذي الصحراء اسم صحراء الموت تظاهر أدهم بالخوف وهو يقول هذا صحيح يا سيد حافز لقد ذقت أنا وزوجتي ذلك منذ قليل التفت حافز إلى مونة وسألها في لهجة مهذبة هل زالت أوجاعك يا سيدتي؟ أجابته مونة مبتسمة لقد تغلبت دهشتي على ألامي يا سيد حافز فلم أكن أتصور مطلقا وجود قصر رائع كهذا وسط صحراء المغرب إنه يشبه قصور ألف ليلة وليلة اتصم حافز قائلا ليس إلى هزل حد يا سيدتي ثم التفت إلى أحد رجاله وقال فيه دوء اسحب زائرين إلى جناح الضيوف يا بن هاشم سيغضيان الليلة معنا حتى استرده حيويتهم ولم يكاد بن هاشم يصحب أدهم مونة إلى جناح الضيوف حتى مال خالد على زعيمه وسأله فيه دهشة لما سمحت لهم بالبقاء يا سيدي؟ ستصل الشحن الجديد في منتصف الليل ابتسم حافز في مكر وقال أريد التأكد من اللعبة التي يلعبها هذا الرجل وزوجته المزعومة يا خالد لقد نسي رجال المخابرات المغربية أنني كنت المدرب الأول لهم وقت أن خانهم أيمن بن علي وأنني أعرف ضابط المخابرات المصرية هذا جيدا إن ذلك المصور المزعوم يدعى أدهم صبري وهم يطلقون علي في بلاده لقب رجل المستحيل والليلة سنضيف إلى لقبه كلمة سابقا ضاقت عين أدهم وهو ينظر إلى صحراء المغرب المترمية للأطراف من خلف زجاج نافذة جانح الضيوف ثم قال محدثا مونة في صوت خافت هؤلاء الرجال يصيرون ريبة يا عزيزتي إنهم يفحصون الجيب بدقة بالغة ضريب أن حافز بن باهي رجل كثير الشكوك تناولت مونة تفحة طازجة من طبق الفاكهة الكبير الذي أحضره بن هاشم وقدمت منها قدمة صغيرة ثم ألقت تفحة أخرى إلى أدهم وهي تقول لو أننا في مكانه لفعلنا شيء نفسه يا أدهم وضع أدهم سببته على فمه محذرا وهو يقول أسامة يا عزيزتي لا تنسي ذلك ابتسمت مونة وهي تلتهم تفاحتها في تلزز قائلة لن أنسى شيئا بعد الآن يا أسامة بي ثم اقتروت منه قائلة ماذا تنوي أن تفعل بعد أن استضافنا حافز صمت أدهم لحظة ثم قال نظام الأمن هنا يبدو معقدا للغاية برغم بساطته عزيزتي والرجل شديد الشك حتى أنه لن يسمح لنا بالتجوال في قلعة مطلقة وفجأة رفعت مونة يدها إلى جبحتها وسقط جفناها ويتقول في ضعف يمتزك بالدهشة يا إلهي إن رأسي يضر بشدة لقد تناولنا مخدرا ماه ولكننا لم نشرب شيئا لم وبطلت عبارتها فجأة وهي تهوي غائبة عن الوعي بين ذرعي أدهم الذي أرقدها فوق الفراش وهو يقول في حنق هي للأوغاد ثم تسعت عيناه في دهشة وهو يغمغم رباه التفاح لقد حقنوا بالمخدر لقد وهوى قبل أن يتم عبارته فوق الفراش وسقط الزراعي متراخية إلى جواره ارتسمت ابتسامة شامتة على شفتي حافز وهو يتأمل أدهم ومنافق دي الوعي وأشار إلى سترة أدهم الملقى في إهمال فوق مقاعد قريب وقال محدثا خالد فتش هذه السترة جيدا يا خالد وستجد أن قصة هذه المدعي كاذبة من جذورها أخرج خالد محتوى السترة وأخذ يفحصها في اهتمام على حين دعب حافز ثلة الفاكهة بأصابها وهو يقول سخرا هذه المادة المخدرة عثبتت نجاحها مرة أخرى يا خالد لقد أفقدتهم وعيهما فورا وبدلا من أن يشاركه خالد سخريته غمغم في دهشة عجبا ما زياني هذا سأله حافز في حدة ما الذي يصير دهشتك لهذا الحد قال خالد وهو ينويله بعض الأوراق لقد حضر هذا الرجل إلى المغرب بجواز سفر مصري يحمل اسم أسامة صفوت مصور سينمائي ويحمل تصريحا بالتصوير في الصحراء المغربية ولقد استارق استخراج التصريح أسبوعا كاملا كما يبدو واضحا من الفارق بين تاريخ التوقع الأول والتوقع الأخير ولديه تصريح مؤقت بالقيادة كل هذا ينفي انتمائه لأجهزة المخابرات فحصى حافز الأوراق في عيني واهتمام ثم قال بعصبية واضحة ليس هناك ما هو أسهل من تزوير بعض الأوراق الحكومية بالنسبة لجهز مخابرات خالد وهذا لا ينفي أن هذا الرجل هو نفسه أدهم صبري ثم توحف الأوراق في عصبية وهو يردف غاضبا هو لابد من قتله قبل منتصف الليل نهد خالد في هدوء وأخذ يجمع الأوراق وهو يقول كما تشأيه الزعيم أشعل حافز صيجارة في توتر وهو يقول هذا الرجل هو أدهم صبري ويمكنني أن أقسم على ذلك ولابد من التخلص منه وإلا أفسد العملية برمتها أخذ خالد يعد ترتيب الأوراق وهو يقول مادم تتؤكد ذلك فهو صحيح أيها الزعيم وفجأة انطلقت من حنقرته صيح الدهشة قصيرة زدت من توتر حافز الذي قال في حنق ماذا حدث هذه المرة أيضا التقط خالد شيئا وهو يقول في لهجة شوف عن الدهشة إنها واحدة من التفاحتين التي التهمهما ضابط المخابرة المصري وزميلته سأله حافز في توتر زائد وماذا في ذلك رفع خالد التفاحة أمام وجه زعيمه وهو يقول إنها سليمة لم تنقص قطع واحدة اتسعت عين حافز وهو يقول فيه دهشة رباه كيف فقد رجل وعيه إذن هناك خدعة ما تصمرت أطرافهما فجأة وشحب وجههما حينما أتاهما صوت ساخر قوي النبران يقول فيه دوء بعث الرقف في أوصالهما جميل منكما أنكشفتما ذلك انتفض جسد خالد في الزعر وتجمدت نظر الدهشة بالهاء في عين حافز حينما التفتا فوجد أدهم يقف هادئا إلى جوار الفراش وقد عقد ساعديه المفتولتين أمام صدره القوي وارتسمت في عينيه وفوق شفتيه ابتسام الساخر هادئة تشوف عن أن صاحبها رجل لا يهب القطر ولا يأبه بالمتاعب غمغم حافز في زهول يمتزك بالغضب لقد خدعتنا هزى أدهم كتفيه في استهتار وقال وماذا في ذلك أليست الحرب خدعة ونحن كما يبدو واضحا نلعب أوراق مكشوفة اختفت نظرة الدهشة من وجه حافز وحل محلها غضب عارم وهو يقول في بطء لن تخرج من قلعة حيا أطلق أدهم دحكة ساخرة بددت غضب حافز وقال بعدها كثيرا ما سمعت هذا القول من أوغد مثلك أيها الرجل ولكن من المؤسف أن أحدهم لم ينجح في تنفيذ وعيده مطلقا وفجأة وبمبادرة سريعة جريئة أخرج حافز من جاب ستراته مسدسا قويا صوابه نحو أدهم وهو يصرخ في غضب هادر حينما تمثل دور البطن نتقف هكذا أعزل من السلاح أيها الرجل ثم أطلق رصاص مسدسه نحو أدهم صبري انطلقت رصاصتين تحملان الموت في انطلاقتهما نحو أدهم وأجاد حافز التصويب بما يتناسب مع خبير سابق في المتفجرات والأسلحة النارية وكادت رصاصتين تصيبان هدفهما لو لأنه لم يكن هناك كان هذا هو الخلل الوحيد الذي حدث في الأمر فقد قفز أدهم صبري إلى اليمين متفاديا رصاصتين في سرعة بدت في أعين حافز وخالد مذهلة ثم قفز إلى أعلى متجاوزا المترين ارتفاعا وهبط على بعد خضوطين فقط إلى يسر حافز الذي أصابته الدهشة وسيطر عليه الارتباق جزء من الثاني انطلقت قبضة أدهم بعدها تطيح بمسدسه ثم تحركت قبضته الأخرى لتغسف معدد حافز في قو قحضت لها عين الرجل وانفرجت لها شفتاه في صرخة ألم ودهشة في نفس اللحظة التي قفز فيها خالد نحو أدهم في محاولة للدفاع عن زعيمه وهو يطلق صرخة قتالية يرتج لها المكاء ولكن أدهم تحرك في السرعة ليستقبل خالد بلكما هبطت على فك هذا الأخير كالقنبلة ولكن خالد اعتدل مستعيدا توازنه في سرعة ولياقة ووجه الأكمة خاطفة إلى صدر أدهم وشعر بها أدهم ترتطن بدلوع في قو وعرف في هذه اللحظة أن خصمه ليس ممن يستهن بهم وأن الأمر يحتاج لكل مهاراته وخبراته القتالية فغاص بجسده إلى أسفل متفاديا لكمة صاحقة وجهه إليه خالد بيسرعة ثم انتصب في رشاقة منهالا على فك خالد بلكما فولاذية أفقدته توازنه ثم ألحق بأخرى في معدته وثالثة بين عينيه وأخيرا سقط خالد وقد عجز جسده القوي عن احتمال هجوم أدهم الخاطف ابتسم أدهم في سخرية وقال وهو يتأمل خصمه الذي فقد الوعي معزر يا صديقي لقد اضطررتني لا تشويه ملامحك الوسيمة وفجأة سمع صوت حافز يأتي من خلفه قائلا في حنق وشماته هذا بالضبط ما سأفعله أنا أيها الشيطان انحرف أدهم جانبا واستدار نحو حافز في سرعة ولياقة ولكنه جمد في مكانه حينما رأى مسدس حافز ملتصقا بجبهة مونة الفقد الوعي وسمعه يردف في وحشية إذا ما بدرت منك حرقة واحدة فسأزين جمحة زميلاتك بثقب أحمر محتلق حتى لو اضطرني الأمر لا تشويه الفراش بدمائها عقد أدهم ساعديه في هدوء وقال في مرارة لماذا لا تطلق النار على رأسي مباشرة أيها الوغد ابتسم حافز ابتسامة نصر وحشية شامتة وهو يقول كلا يا رجل المخابرات المصري إنني أعد لك ميتة مناسبة طالق بخبير مثلي ضحق أدهم في سخرية وقال هل ستنسفني نسفا؟ حرك حافز رأسه نفيا في هدوء وقال كلا أيها الشيطان ولكنني أعدك أن تتمنى ذلك قبل أن تلقى حدفي على بعد ألاف الأميال من صحراء المغرب وداخل مبنى صغير في عاصم الدولة غير عربية بالشرق الأوسط وقفت فتاه رأعت الحسن والجمال تنفس دخان سجارة في عصبية وتقول في شراسة لا تتطفق والرقة البادية في ملامحة مستحيل يا سيد المدير لقد مات أدهم صبري لقد رأيته بنفسي يلقى حدفي وسط السلوك في سويسرا تطلع إليها الرجل الضائل الأصلع ذو الأنف المقاوس الذي يجلس فوق مكتب قديم وقال فيه دوء إنها ليست المرة الأولى التي يصلنا فيها ما يفيد بقائها لقيد الحياة يا سونيا هل تذكرين عملية الهند وإنقاذ الباخرة المصرية المخطوفة ومحاولة البروفيسير آدم؟ لم تكن الفتاة رأعت الحسن سوى سونيا جرهام أختر أفراد جهاز المخابرات المسمى بالموسى ولقد أجابت في عنات مهما بلغت قدرات أدهم صبري هذا فهو مجرد بشر لا يمكنه احتمال البقاء تحت أطنان الثلوك يا سيدي ثم صمتت لحظة نفثت خلالها دخان سجارتها وقالت سأسافر بعد إذنك يا سيدي إلى المغرب للتحاقق من صحة الرسالة التي أرسلها عاملنا هناك مات مدير الموساد شفتي وقال فيه دوء لا بأس يا سونيا فلابد لنا من حسب هذا الأمر إلى الأبد أومأت سونيا برأسها موافقة وهي تقول اتمئني يا سيدي فلو لم يكن أدهم صبري قد انتقل إلى جوال ربي بس أعمل جاهد على إرسالي في هذه الرحلة بأقصر طريق ممكن نظر حافظ بن باهي في ساعته ثم رفع عينيه قليلا إلى السماء وجفف العرق الغزير الذي انهمر على وجهه وقال في شماته ما زال أمامنا ست ساعات قبل غروب الشمس يا سيد أدهم ترى كم من الوقت يمكنك احتمال هذا الجحي ابتسم أدهم ابتسامة ساخرة برغم الرمال الملتهبة التي تشوي ظهره وهو راقد فوقها وأطرافه الأربع مجدودة إلى أوتات خشبية قوية بحبال من البلاستيك المتي عير الصدر والقدمين إلا من سرواله والعرق يتصبب من جسده ملتهبا محرقا ولكنه برغم ذلك قال في هدوء ساخر شكرا أيها الوقت كم تمنيت الحصول على حمام الشمس المنعش هذا لو لأن أعمالي لم تكن تسمح بهذا الطرف قال حافظ في شماته سيسعدني أن أرى جسدك بعد أن تشوهه أشعة شمس غسطس يا سيد أدهم لن يمكنك تصور مدى العذاب لازل تلقيه قبل المغي دهك أدهم دحكة ساخرة وقال في تهكم إن ما يعذبني هو رؤية وجهك القبيح أيها الوغد تجه مواجه حافظ لحظة ثم التفت إلى بن هاشم الذي يقف إلى جواره ممسكا مدفعه رشاش وقال راقب هذا الرجل عيدا حتى يلفز أنفاسه الأخيرة وحذاري أن يخدعك بوسائله الحاذقة أريده أن يظل كذلك حتى تحرق الشمس ورمال كل خلية من خلياه ثم الصدر منصرفا وهو يقول في تهكم يحمل شراسة عنيفة ولنرى كيف ستتمتع بحمام الشمس القاتل هذا يا سيد أدهم سابقا مضت ساعة كاملة منذ انصراف حافز والتهب جسد أدهم من شدة الحرار وسخون تريمال الصحراء كان يشبه رجلا وضع حيا فوق مقلاه ساخن بالإضافة إلى العرق الذي عم جسده وانسال في عينيه يحرقهما حرقا وطوال هذه الساعة لم يتوقف عقل أدهم لحظة واحدة عن التفكير كان يعترف بأن هذا هو أصعب موقف مر به في حياتي بأكملها فهو مقايد فوق الأرض وسط صحراء قاحلة لا مكان فيها للتخاف والاختباء وأمامه رجل يجلس تحت مظلة تقيه وهج الشمس ويصوب إليه مدفعه رشاش استعدادا لإطلاق النار لمجرد الشك في قيام أدهم بأية محاولة للهرب برغم القيود التي تثبته أرضا حاول أدهم طويلا أن يتوصل إلى حل ينقذه من هذا العزاء فاستجمع قوته وجذب قيوده بأقصى ما يمتلك من قوة وكشف حين إيز قدرته على انتزاع الأوتاد من الرماء ولكن كيف يفعل هذا؟ وذلك الرجل بن هاشم يراقب في اهتمام وشمات عليه إذن أن يفكر في وسيلة لإبعاد حارسة ولو دقائق معدودة ولكن كيف؟ مضت نصف الساعة أخرى التهمت فيها حرارة الشمس جزء آخر من جسد أدهم وتململ بن هاشم وهو يمسح رقه الغزير برغم جلوسه في الظل فقال أدهم متظاهرا بأنه يحدث نفسه في صوت مرتفع يا إلهي كم أطوك لكوب من الماء المثلأ ازداد تململ بن هاشم وبدأ يلعق شفتيه بطرف لسانه وقد ازداد شعوره بالحاجة إلى ذلك الشراب الذي نسي إحضاره معه حينما تولى مهمة مرقبة أدهم وكان أدهم قد تنبه إلى ذلك بالفعل فعاد يكرر متظاهرا بالألم كم سيكون من الممتع الحصول على بعض المرطبات أو زجاجة من المياه الغازية المسلجة؟ إن حلق جاف للغاية بدأ بن هاشم يصب صخطا وهو يحول بصره بين أدهم الممدد فوق الرمال والقلعة لترتفع شامخة على بعد 200 متر تقريبا على حين استمر أدهم يقول في صوت مرتفع إن جاو فيه احترق كم يلذلي تغطي به بكأس من العصير المنعش نهض بن هاشم فجأة وهو يقول اللعنة إن النصور لن تلتهم هذا الرجل في الوقت الذي يستغرقه احضر بعض الزجاجات المرطبة ثم تحرق في خطوة سريعة واسعة نحو القلعة دون أن يلتفت خلفه ولو أنه فعل لكان سيجد أن أدهم صبري قد استجمع قواه الفلادية وانتزع الوتد الذي يسبب زراعه اليمنى في الرمال المحرقة عاد بن هاشم منتعشا بعد عشر دقائق بالتحديد وهو يحمل صندوقا امتلأ بالزجاجات الغازية المنعشة وضعه إلى جوار المقعد أسفل المظلة الوقية ثم عاد يمسك مدفع الرشاش قائلا الآن يمكنني مراقبة الرجل حتى صباح الغد ثم نظر إلى أدهم في سخرية قائلا سوف أدفن إلى جوار جثتك المحترقة زجاجات الفارغة أيها المصري وفجأة تدلت فكه السفلة في بلاها وانبعثت برود عجيبة في أطرافه وانقبضت عضلات معدته حتى كاد يتقيأ المياه الغازية التي جرعها منذ قليل فقد انتصب أدهم فجأة واقفا أمامه قشيطان عملاق قرق من جوف الأرض وبدت عضلاته المفتولة المحمرة من أثر الشمس تلمع بكل ما عليها من عرق وانطلقت من عينيه نظرة ساخرة مخيفة حتى أن بن هاشم ارتجف في رعب وهو يرفع فواهة مدفع الرشاش المرتعد نحو أدهم صارخا مستحيل لقد أحكمت قيودك بنفسي تحركت قدم أدهم في سرعة لتطيح بالمدفع الرشاش بعيدا ثم انقضت قبضته على فك بن هاشم وأنفه فاندفعت منهما الدماء وسقط الرجل أرضا فاقد الوعي دون أن يزيد حرفا واحدا التقط أدهم المدفع الرشاش في خفة وانطلق يعد في سرعة مبادرة مذهلة نحو السيارة الجيب التي طرقها رجال حافز في إهمال أسفل بضع نخلاء انتشرت على جانب القلعة دون حراسة سواب أحد الرجال مدفع الرشاش نحو أدهم من فوق القلعة وأخذ يطلق النيران في جنون وهو يصرخ لقد هرب الرجل لقد تغلب على بن هاشم ورجح في الهروب ولكن أدهم قفز في السيارة وأدار محركاتها وانطلق بها في سرعة البرق غير مبالي بالرصاصات التي انهمرت كالمطر وهو يقول في سخرية وحزن ها قد سمحت لنفسي بالحصول على جولة أخرى أيها الأوغاد وإنني أصر على جعلها آخر جولات القتال وحش الصحراء هوت صفعة حافز على وجه بن هاشم كالقنبلة ارتج لها مخ الرجل الذي صرخ في حنق وألم لقد انتزع الأوتاد من الأرض انتزاعا أيها الزعي ماذا كنت سأفعل حين ذاك صاح حافز في غضب لقد فعل ذلك لأنك ترقته دون مراقبة لتحضر بعض المشروبات أيها الغبي ثم استدر إلى رجل آخر وصرخ فيه ثم لماذا لم تتبعه بصيراتنا يا أبو رقيان لماذا ترقتموه يهرب قال أبو رقيان مدافعا عن نفسه لقد باغتنا أيها الزعي انطلق بالجب موسيرا عاصفا من الرمال ثم لم يلبث أن اختفى خلفتل قريب قبل أن نأخذ أهبتنا صرخ حافز أغبياء كلكم أغبياء ربط خالد على كتف زعيمي وقال في هدو المهم الآن ماذا سنفعل يا زعيمي صمت حافز لحظة ثم أهرج سيجاره بأصابعه المرتجفة دسها بين شفاتيه وطالت ردده قبل أن يقول سيسير كل شيء كما خططنا له من قبل يا خالد ستصل الشحنة في موعدها تماما كل ما هناك هو أننا سنضعف الحراسة هذه المرة وسأصدر أوامري بإطلاق النار على كل ما يتحرك في المنطقة سأله خالد ومز عن فتاة المخابرات المصرية سمت حافز لحظة ثم افتر ثغري عن ابتسام شرسة وهو يقول إنها ورقة رابحة في أيدينا يا خالد سنصنع منها فخن الإقاع بضابط المخابرات المصرية إنها ورقة رابحة بالفعل رفا أدهم صبر رأسه يتأمل كرسي الشمس الذي قارب المغيب ثم وضع منظاره المقرب فوق عينيه وانبطح على صدره أرضا يتأمل القلعة التي بدت مخيفة مع الظلال التي صنعها الغروب ولم يلبث أن أعاد منظاره المقرب إلى جواره وتنهد في ألم وحنق كان يشعر بضيق بالغ لأنه اعترق منا بين يدي هؤلاء الأوغاء وكان حنقه يزيد من ألام جسده المتسلخ ولكن إيمانه التام بعدالة ونبل القضية التي يعمل من أجلها خفف عنه الكثير من وطأة الموقف وبعث في نفسه عزيمة وإصرارا لا حدود لهم وفي الوقت نفسه كان يعلم أنه من المستحيل الوصول إلى القلعة أو اقتحامها قبل حلول الظلام ولذا لم يكن أمامه إلا الانتظار والصبر الزاء أدهم يفحص السلاح الوحيد الذي يملكه في عناية بالغة كان عبارة عن المدفع الرشاش الذي التقطه إبان هروبي وكان يعمل بصورة جيدة ولكن زخيراته لم تتعد خزانة رصاص واحدة وهذا يعني أن كل رصاصة لا قيمتها وفجأة لمح أدهم مع أضواء الغروب الأخيرة سيارة أخرى من نوع الجيب تقترب بسرعة من قلعة حافز بن باهي فقد تبع حاجبيه وهو يغمغم من هذا الزائر الجديد يا ترى ثم رفع منظاره المقرب إلى عينيه وأخذ يرقب الجيب وهي تتوقف أمام القلعة ويهبط منها شخص ما لم يستطع تبينه في وضوح حتى تحرك نحو الحارسين الذين يقفان أمام مدخل القلعة فاتضحت ملامح الشخص وعرف فيه أدام على الفور وجها مألوفا لفتاة بهرة الحسن رأعت الجمال رقيقة الملامح شرسة الطباع سادية الرغوات لم يكاد يتبينها حتى شملته دهشة عجيبة لم تلبس أن تبددت وحلت محلها روح القتال والسخرية وهو يتمتم في صوت غاية في الخفوت يا إلهي إنها صديقتنا القديمة سونيا جرهان والله إن الأمور لا تتطور إلى مزيدنا الإثارة في كل لحظة كم أتوق لمنح صديقتنا سونيا هزيمة جديدة هذه المرة أيضا اتسعت عيون حافز بن باهي ورجالي عن آخرها على مرأة سونيا جرهان بجمالها المذهل الفتاة وهي تخطف دلال وكبرياء داخل بهو القلعة وتمد يدها الرقيقة إلى حافز قائلة في ابتسامة زوب رقة وعزوبة السيد حافز بن باهي حسب ما أعتقد أليس كذلك؟ ظل حافز يحضق في وجهها بضع لحظات في صمت وافتناء ثم لم يلبث أن أفق من نشوته فانحنى على يدها يقبلها قائلا بلح يا أجمل الجميلات ولكن من أتشرف ويسعدني الحظ بتقبيل أناملها الرقيقة ابتسمت سونيا ابتسامة أشد إغراء وهي تقول صار جمال الدين هزا اسمي ولقد أتيت خصيصا لمقابلتك يا سيد حافز نظر إليها حافز في دهشة وهو يسألها وما سبب تشرفك لي بالذات يا عرق المخلوقات؟ بدت نظرة خبيثة في عين سونيا وهي تنظر في عين حافز مباشرة قائلة في بط إنني أميل إلى غروب الشمس في قلب الصحراء يا سيدي ازددت دهشة حافز وهو يحضق في وجهها ثم لم يلبث أن أطلق دحكة علي مجالجلة وهو يهدف هيال الشيطان إنها كلمة السر لما تصور مطلقا أن تحمل فتاة رأعت الجمال مثلك شحنة المخادرات إلى هنا ناكي أجمل مندوب وقعت عليه عيناي منذ الغماسي في هذه التجارة ثم توقف فجأة وعوده الحذر وهو ينظر في عينيها قائلة ولكن إن موعد التسليم المتفق عليه هو منتصف الليل والشمس غابت توا فقط أشهلت سونيا سيجارة رفيع بين شفتها الجميلتين ويتقل في حسم هناك بضعة أمور أدت إلى تغيير موعد التسليم يا سيد حافظ نظر إليها في شك وتساؤل فأردفت فيه دوء ويترقه بملامحه أمور تتعلق بضابط مخابرات مصري يدعى دهم صبري تفجرت دهشة حافظ بعد هذه العبارة وتملكه غضب هائل وهو ينقل بصري بين رجاله قائلا رائع يا جميلتي هذا يؤكد وجود خائن بين رجالي قالت سونيا في حدة لا تتطفق وجمالها الصارخ دعك من هذه السخافات يا سيد حافظ وأخبرني أين هو هذا الرجل عطى حافظ شفتيه وهو يقول في بطل لقد هرب يا صارخ خدع أحد رجالي ونجح في الفرار شحب وجه سونيا في شدة ويتغمغم هرب كيف ثم انفجرت فجأة في غضب كيف تسمحون له بالهرب كيف أشعل حافظ سجارة بدوره وهو يقول في عصبي إنه لن يذهب بعيدا ثم إنه ترك لدينا ما يجبره على العودة سألته سونيا في اهتمام ترك ماذا أجابها وهو ينفذ رماد سجاراته في توطر ترك زميلتي فاقد الوعي وهاربك الجبان أشرك وكه سونيا وهي تهتف في فرح زميلتي خطأ أيها الرجل مدام أدهم صبري قد ترك زميلتي فهو يخطط للعودة ولا شك فهذا الرجل يمتلك قدر من الشهامة يفوق ما لدى رجال الأرض جميعا دعني أرهزي الفتاة فورا يا سيد حافظ سألها حافظ في دهشة وماذا ستفعلين بها يا سارة؟ تألق في عينيها بريق وحشي مخيف وهي تقول في مزيج من القصوة والشمات إنه مرتبط بها عاطفيا ولا يحتمل أن يمسها بشر بسوء ولكنني سأكبره بواسطتها على الظهر والاستسلام صدقني يا سيد حافظ إن أدهم صبري مستعد تماما لتسليم نفسه ككبش فداء إلى المسبح في مقابل إنقاذها وهذه هي الورقة الرابحة التي سأكسب بها المباراة اتسعت عين منا في دهشة حينما وقع بصريها على وجه سونيا التي تطل من عينيها نظرات القصوة والتشفي فاحتمال دخول المساد إلى العملية لم يكن واردا على الإطلاق حتى كاحتمال ضئيل وارتكف جسدها حينما سمعت أفعى المساد تقول في هدوء مخيف إنها هي رفيقة الشيطان المصري الدائمة بذلت مونة مجهودا خارقا لتتمالك أعصابها قائلة تقصدين أنني كنت رفيقته الدائمة يا شيطان ابتسمت سونيا في شراس قائلة ومازلت يا عزيزتي مونة قالت مونة في هدوء لقد لقى أدهم حد فيه تحت سلوك سويسرا وأعتقد أنك أكثر من يعرف ذلك أطلقت سونيا ضحكة شيطانية وقالت كاذب يا عزيزتي أنت تعملين بصحباتي دائما استعارت مونة بتسامت أدهم الساخرة ويتقول وهل كنت تريدنا من التوقف عن العمل حينما يموت؟ وفجأة هاوت سونيا بكافيها على وجه مونة في صفعة هائلة ويتصرخ في وحشية أريد الحقيقة يطل مصرية سال الخيط من الدماء من جانب فم مونة ونظرت إلى سونيا في كراهية ثم بثقت على وجهها بغضة وارتسم الغضب على وجه سونيا عريما وفجأة بها الجميع تنتزع سجارتها من شفتيها وتغرز طرفها المشتعل في ذرع مونة التي صرخت متألمة وحاولت في عناد وغضب التخلص من قيودها على حين أمسك حافظ ذرع سونيا قائلا في خشونة كافة يا سارة نعم جرد امرأة ابتسمت مونة في سخرية وقالت سارة هل خدعتك هذه الأفع بجمالها الفتان؟ إن تلك الدمية الجميلة التي تقف أمامك تدعى سونيا جرهام واحدة من مالكات التجسس في العالم لا تفوقها سوى ما التهاري في الحرب العالمية الثانية قالت سونيا في مزيج من القصوى والحد اصمت يا ايتها المصرية قبل أن أنزع لسانك من حقق تدخل حافظ قائلا في خشونة لاحظة يا سارة أو يا سونيا أيهما كان اسمك الحقيقي إنما تقوله المصرية يهماني سماعا قالت سونيا في عصبية ويتشال سيجارة أخرى إنها لا تنطق إلا بالأكاذيب نهرها حافظ في حدة قائلة اتركي لي إقرار الحقائق والأكاذيب يا فتاة أعتقد أنني قادرة على ذلك أسرعت مونة تقول هألم تكن تعلم أن جميلاتك هذه واحدة من أشهر ضبط المساد؟ امتقى وجه حافظ واتسعت عيناه ذعرا ودهشة وهو ينقل بصري بين مونة التي استكنت لقيودها صامتة والسونيا التي أخذت تنافس دخان سيجارة في عصبية زائدة وقال في الصوت خارج على الرغم منه متحشرجا هل هذا صحيح يا سونيا؟ قالت سونيا في عصبية وماذا في ذلك؟ من تظن كان يزود بالمخدرات والهذا الوقت؟ خرج صوت حافظ جزعا وهو يقول المساد أكنتم تزودونني بالمخدرات منذ البداية؟ ولكن لماذا؟ استعادت سونيا هدوئها ويتقول مقابل بداية معلومات تخرج من بين شفتيك عفوية وتدلنا على مواطن الضعف في جهاز المخابرات المغربي صمت حافظ لحظة يتأمل سونيا في دهشة ثم انفجر صارخا خيانة؟ هل كنت أخن دولاتي دون نادري؟ هذا مستحيل ثم انهار فوق مقاعد قريب ودفن وجهه بين كفيه على حين قالت سونيا وقد عادت إليها عصبيتها هو ماذا في ذلك؟ ألم تثر ثراء فاحشة من الهروين اللي سنرسله إليك باستمرار؟ رفع حافظ إليها رأسي في حدة وقال هل تريد مني أن أصبح زريا من خيان الدولات؟ هذا مستحيل تدخلت مناقائلة في حنق لا يوجد فارق بالفعل يا سيد حافظ فنشر السموم والمخادرات بين شباب وطنه لا يفرق مطلقا عن الخيانة فكلاهما يدمر المجتمع سواء من داخله أو خارجه لا فارق مطلقا سرقت سونيا ويتصفع منافي قوة كفى يته المكيرة كفى أما حافظ فقد ظل يحضف وجهه من لحظة اهتملت فيها عوامل شتى في أعماقه وظهر الصراع على ملمح واضحا ثم لم تلبس أساريره أن عبرت عن عزم قوي وهو يقول في قوة صدقتي أيها المصرية لا فارق وعقد كفى يخلف ظهره مواجها سونيا في حاسم قائلا لست مستعدا للتعاون مع أعداء بلادي يا سيدة سونيا كما لن أتسلم شحنة السموم الجديدة هذه وسأكتفي بالسمح لك بمغادرة قلعة سالمة دون تسليمك للسلطات نظرت إليه السونيا في دهشة لم تلبس أن تحولت إلى السخرية وهي تقول هل تأثرت لهذا الحد بكلمات تلك المعتوها؟ قال حافظ في حاسم وهدوء لقد انجابت عن عيني غشا وصنعها المال اللعين يا سونيا لقد كنت يوما من المعاونين لأجهزة مخابرات بلادي وأنا لم أصل بعد للحد الذي ينتفي فيه انتمائي إلى درجة الخيانة إزدادت السخرية في ملامح سونيا إلى حد أدهش حافظ بالإضافة إلى نظر الزهول بدت في عين مونة وهي تحضك في شيء ما خلفه مما دفعه إلى الالتفات واتسعت عينيه دهشة بدوره فقد رأى رجليه خالد وبن هاشم يصوبان إليه مدفعهما رشاشين وسمع خالد يقول فيه دوء موجها حديثي إلى سونيا هل أطلق النار عليه يا سيدة الضابطة؟ قلب الخطر شحب وجه حافظ حتى حاكى وجوه الموتى وهو يغمغم في صوت أقرب إلى الانهيار هل يخونني الجميع؟ أشعلت سونيا سجارتها ويتقل في عجرفة هأنت الخائن الوحيد أيها المغربي أما خالد وبن هاشم فهم من رجال المستدى المخلصين لم يزيد حافظ على أن غمغم في زهور يا إلهي قالت منا في حدة هذا هو جزاء الشر دائما يا سيد حافظ لا يلبث الخائن أن يتحاول إلى العوبة في يد الشيطان استدارت إليها سونيا قائلة في حدة مريرة كف عن فلسفتك الحمقاء هذه أيطة المصرية وإلا مصدقتك إربع تبادلت منا معها نظرات طافيت بالتحدي حتى أن سونيا قشحت بوجهها في نفس اللحظة التي قال فيها خالد هل أطلق النار عليك إليهما يا سيدتي؟ هزت سونيا رأسها نفيا وقالت كلا يا خالد عليك أن تسجي نحافظ فسوف نحافظ على حياتي كي نقدم كبش فداء في النهاية ثم التفدت نحو منا وابتسمت في شراسة مستطردة أما عن رفقة الشيطان المصري هذه فإني أعد لها برنامجا حافلا سيقبر أدهم صابري على الزحف على ركبتيه مستسلما وستروا لم يكد الظلام يحيط بالمنطقة إلا من أضواء القلعة حتى انطلق أدهم نحوها في خفة القط وهو يضم المدفع على الشاشة إلى صدري في عينيه إلى أن أصبح على بعد 20 مترا منها فاختفى خلف التب برملية وأخذ للمرة الألف يدرس ما داخل القلعة وارتفع أصوارها وهو يشعر بمرارة يغصي به حلقه فقد كانت القلعة تبدو منيعة للغاية إلا من نخلة واحدة تمتد إلى أسفل حافة الصور الشرقي بثلاثة أمطار فهم غمساخرا لقد أحسنت اختيار حصنك يا حافز بن باهي وهنا لمح أدهم حركة دائبة عند صور القلعة الغربي فزوى ما بين حاج باهي وهو يحاول فهم ما يحدث ورأى رجال حافز منهم كينة في رفع جسد ما إلى أعلى نقاط الصور الغربي ثم يلقون خارجا بحبل غليز وبدأ له الجسد مميزا مألوفا فأخرج من ظاره المقرب ووضعه فوق عينيه ونظر إلى هناك ولكنه لم يلبس أن شعر بنيران تتواهج في قلبي وببغض هائل يكتح عروقه عندما عرف هذا الجسد كانت زميلاته مونة مدلاء من صور القلعة ومقيدة بحبل غليز وجسدها يحتك بالصور في قوة والألم يبدو واضحا على محياها وقبل أن يتحرق أدهم ارتفع صوتي سونيا جيرهام عبر مكبر صوتي تردد صداه في أرجاء الصحراء وهي تقول في مزيجنا القسوة والشراسة استمع إلي جيدا أيها الشيطان المصري أنا سونيا جيرهام ولا حاجة بنا للتعارف وأنا أعلم جيدا أنك تختبئ في مكان ما هناك وأعلم أيضا أنك قد رأيت ما أفعله بزميلتي وهذا ليس سوى البداية ثم رأها تسكب سائلا فوق جسد مونة التي صرخت في رعب قبل أن تردف سونيا هذا السائل هو البنزيل وهو كما تعلم سائل سريع لإشتعال الغاية وأنا أعرض عليك عرضا سخيا وصمتت لحظة قبل أن تستطرت في سخرين فإما أن تستسلم بلا قيدة أو شرط أو تتحول زميلتك إلى شعل من النار بعد عشر دقائق على الأكثر سرخت منافي قوة وشجعة لا تستسلم يا زميلي إنهم سيقتلوننا على أي حال أطلقت سونيا دحكة شارسة عالية عبر مكبر الصوت وقال عليك أن تختار يا شيطان المخابرات المصرية أمامك عشر دقائق فقط تحول الغضب في أعمق أدهم إلى حمام من الغيز والثورة على حين تعلقت أنظار الجميع بالجسد المدلة والمبلل بالبنزين وفجأة تمتم أدهم في خفوت وعزم كلا يا سونيا لن يستسلم أدهم مطلقا إنما أنت بنفسك منحتني الوسيلة المناسبة لقتحم هذه القلعة الحصينة مرة أخرى ستهزمك أساليبك المصرحية إيطا الشيطان عندما تحرك أدهم نحو القلعة كان قد حسم أمره تمام مستغلاً للأسلوب المصرحي الذي اتبعته سونيا جيرهام في تهديده فقد جذب الموقف انتباه الجميع إلى السور الغربي حيث تعلق جسد مونة توفيق بحيث بات السور الشرقي بلا مراقبة على الإطلاق وكانت هذه الفرصة المثالية للرجل يمتلك سرعة المبادرة والقدرة على اتخاذ القرار المناسب السريع مثل أدهم صبري ثم سبعت مدفعي الرشاش على كتفي وأسرع نحو النخلة التي تجاور السور الشرقي يتسلق في خفة ورشاقة برغم صدره المحترق وذراعيه المتسلختين من أثر شمس الصحراء حتى وصل إلى نهايتها فملأ صدره بنفس عميق واستجمع قواء وقفز قفز أقل ما توصف به أنها شيطانية مستحيلة دفعتها إرادتي الفولاذية إلى تخطي قانون الجاذبية الأرضية وقوانين المهارة البشرية لتعتفع به ثلاثة أمطار كاملة حتى تعلقت كافاه بحافة السور الشمالي واحتك جسدي بالسور احتكاك مؤلمة كادت تفلت لها ذراعاه لو لا أنه بذل جهدا خارقا لاحتمال الألم وكتماءها كادت تفلت من بين شفتيه وظل معلقا في السور جزءا من الثانية ثم قبض عضلات ذراعيه وسعديه وارتفع إلى حفة السور وصعد إليها ثم رقد فوقها يلهس من شدة ما بذله من مجهول يفوق قدرة البشر حتى استعد قواه وتحسس صدره التي تفجرت منه عشرة النقاط الدامية المتسلخة ثم قفز في خفة بحيث أصبح داخل قلاة حافز بن باهي ونظر أدهم في ساعاته وتنهد في ارتياح فقد استغرق منه هذا أربع دقائق فقط وبقيت لديه ست دقائق للسيطرة على الموقف وإن قوز زميلته فتحرك في السرعة وخفة يدور حول جانب الحديقة فوجد نفسه فجأة وجها لوجه مع أحد رجال حافز بن باهي وراء الرجل يحضق في وجهه في دهشة ثم يرفع فواهة مدفع رشاش نحوه ويده تسرع إلى الزناد جلس الرائد محمد في حجرة مكتبه بمبنى المخابرات المغربية يشد أنفاس سجارته المحلية في دوطر وهو يحاول تركيز أفكاره في قراءة بعض التقارير القديمة حتى سمع صوت صديقه الرائد عصام يقول ضحقة ماذا بك يا محمد لقد رقعت هذه التقارير أكثر من عشر مرات حتى الآن رفع إليه الرائد محمد رأسي في دهشة وعاد تطلع إلى الأوراق وهو يقول في شروط حقا ثم نحى الأوراق جانبا ونهض في عصبية وضحة يسير في أرجاء المكتب مما دفع زميل عصام إلى سؤالي في دهشة متزيد ماذا بك يا محمد لما تبدو عصبيا متوترا إلى هذا الحد قال الرائد محمد في ضيق يضيقني أن لا أعلم ما يحدث في هذه اللحظة لسيادة العقيدة المصري أدهم صبري وزميلته النقب منتوفيق لقد أصر الرجل على عدم حمل أي تأجهز الاتصال حتى لا يؤدي ذلك إلى كشف أمرهما ولو بسبيل الصدفة هزى عصام كذفيه قائلا إنني أصق في هذا الرجل ثقة مطلقة فهو يمتلك مهارات غير عادية تؤهله لتبوء المركز الأول في عالم المخبرات هل تسكر قضية منتقر له؟ لقد تغلب على أيمن بن علي بمهارة مثيلة أدهجتنا نحن برغم تدريبات المعقدة التي كنا نحصل عليها في ذلك الحي أهم غام محمد في صوت خافت نعم يا عصام أثخر ذلك جيدا ثم اتسعت عيناه فجأة وبدأ فيهم الذعر شديد وهو يهتف رباه التدريبات كيف نسيت ذلك؟ ثم اندفع أمام دهشة زميلة إلى صيوان كبير وفتحه وهو يقول في جزع كيف لم أنتبه لذلك؟ يا لي من تعس لقد عرضتهما لخطر كبير واختطف بضعة ملفات حملها إلى مكتبه في نفس اللحظة التي الصحة فيها عصام وقد انتقلت إليه عدوى الجزع ماذا هناك يا محمد؟ اخبرني بالله عليك لم يجبه الرائد محمد فور بل انهمك في البحث عن ملف خاص لم يلبث أن عثر عليه وأخذ يقلب أوراقه في لهفة ثم انهار فوق مقعده مغمغما يا إلهي هذا ما كنت أخشاه لقد أوردتهما موردت تهلكه بغبائي وإهمالي أسرع إليه عصام هاتفا ماذا حدث بالله عليك؟ رفع إليه محمد رأسه وقال في انهيار لقد كان حافز بن باهي هو مدربنا الأول في أثناء عملية منتقار له وهذا يعني أنه يعرف أدام صبري جيدا ثم نهض فجأة متعلقا بزرع زميلي هاتفا إنهما في خطر بالغ يا عصام لابد أن نحاول إنقاذهما حتى ولو أدى الأمر لفشل العملية بأكملها ارتكع على عصام وهو يقول ولكن المسؤولين لن يسمح هو اختطف محمد سماعة الهاتف صائحا سأستصدر أمرا من جلالة الملك شخصيا إنه لن يسمح بتعرض أدهم صبر للخطر حتى ولو فشلت العملية برماتها وأرتف وهو يدير قرس الهاتف في توطر المهم لن نكون قد تأخرنا رحمك يا إلهي نعود الآن إلى أدهم الذي تركناه في اللحظة التي وجد نفسي فيها يواجه أحد رجال حافظ بن باهي الذي يصوب إليه فوهة مدفع رشاش استعددا لإطلاق النيرة في نفس اللحظة التي ارتفعت فيها فوهة المدفع رشاش نشطت حواس أدهم للعمل وتحركت صاقه في سرعة مذهلة ترقل المدفع رشاش وتطوح به بعيدا ثم اندفعت قبضته في خط مستقيم كقضيفة مدفع إلى فك الرجل لتهشمها في صوت مكتوب وانطلقت القبضة الأخرى محطمة رقوة الرجل الذي سقط قصة هامدة دون أن يصدر منه صوت مسموع وفي خفة وسرعة نزع أدهم سياب الرجل وارتداها في عجلة ثم حمل مدفع رشاش وانطلق يعد نحو السور الغربي وهو يغمغم في حنق ويل لك يا سونيا لوما سست زميلة بادنسو وفي نفس اللحظة كانت سونيا جيرهام تلقي نظر على ساعتها قائلة لم يعد أمامه سوى دقيقة واحدة هذا الرجل عنيد للغاية ثم أمسكت مكابر الصوت وصاحت في لهجة متوعدة بقيت دقيقة واحدة يا مستر صبري ولتعلم أنني لن أمنحك مهلة أخرى عليك أن تستسلم وإلا وفي هدوء أشعلت قضاحتها مستطردة أنت تعرفني جيدا يا شيطان المخابرات المصرية إنني لن أتردد لحظة واحدة أغمضت مونى عينيها وارتجف جسدها ويتتخيل الميتة البشعة التي تنتظرها حرقا ولكنها في الوقت نفسه أخذت تابتهد لله أن يبقي على حياة أدهم صبري وازداد ارتعادها حينما سمعت سونيا تقول في غضب بقيت عشرون ثانية يا شيطان لك تتحداني سأشعل النار فورا برغم معرفتهما بالبشعة التي تختفي تحت قناع الجمال الزائف لسونيا جرهام إلا أن جسدي خالد وبن هاشم ارتجف فزعا حينما رأيها تقترب بالقضاحة المشتعلة من الحبل المبلل بالبنزين دون أن تتردد وانبعثت في جسد الجميع رعد مفاجئة حينما انطلقت رصاصة من مكان ما أصبت القضاحة وألقت بها بعيدا استدار الجميع إلى مصدر الطلقة ارتكفت سونيا جرهام وانتفض جسدها في قوة حينما طالعها وجه مألوف وسمعت الصوت الساخر المخيف يقول ها أنا ذا أمامك يا سونيا ماذا تريدين أن تفعلي؟ عجيبة هي أعمق البشر فبرغم أن سونيا جرهام حضرت من الشرق خصيصا للتأكد مما إذا كان أدهم صبري على قيد الحياة أم لا إلا أنها حينما رأته أمامها شعرت بأحباط شديد يكتسح كيانها وبحنق شديد يكتح نفسها إلى درجة منعتها من البكاء بصعوبة بالغة فمنذ أن استقلت طائرتها من تل أبيب إلى الرباط وحتى هذه اللحظة كانت تماني نفسها بوجود خطأ ما في الأمر بأن أدهم صبري ملقب رجل المستحيل قد لقى حتفي بالفعل تحت سلوكس ويسرا بل ويمكن القول إنها حينما لم يستجب أدهم لتهديدها شعرت بسعادة خافية صنعها الإحساس بالنصر وتحطمت بغته عندما طالعها وجه أدهم المليء بالإصرار والقوة والسخرية وعيناه اللتان تشوعان بباريق حازم مخيف دفع خالد بن هاشم إلى إلقاء سلاحيهما ورفع أيديهما فوق رؤوسهما في استسلام وخوف أما سونيا فقد انحضرت من عينيها دموع المرارة وهي تهتف في حنق إذن فأنت حي لقد خدعتنا مخابراتكم بعد حدث وسرا مطى أدهم شفتيه وهو يقول في سخرية إننا ننجح في خداعكم دائما يا عزيزتي سونيا انفجرت سونيا بدحكة هستيرية عالية وهي تقول ومزلت تتمتع بروح السخرية أيضا هي لك من رجل كان الإنهيار واضحا في صوتها وتلوحها بذرعيها وهي تصرخ أنت لست رجلا عاديا أنت شيطان شيطان قد طب أدهم حاجبيه وهو يقول في هدوء كافة يا سونيا وفجأة استلت سونيا من طيات ساوبها الأنيق خنجرا حادا وقفزت نحو الحبل التي ازدلت في نهاياته مونة وهي تضحك في وحشية صائحة ولكن المباراة لم تنتهي بعد يا رجل مستحيل توطرت أصابع أدهم فوق زيناد مدفع رشاش وهو يقول أنت تلعبين بالنار يا سونيا يمكنني تحويلك إلى مصفاة بضغطة بسيطة على زيناد مدفع رشاش ضحكت سونيا في شراسة قائلة افعل يا مستر أدهم ولكنني أعدك أن أجد الوقت الكافي لقطع هذا الحبل بحيث تسقط زميلتك الحبيبة من ارتفع سبعة أمتار ظهر الرعب في عيني خالد وبن هاشم حينما رفع أدهم فوات مدفع رشاش نحو الجميع قائلا في سرامة مني أحذرك يا سونيا وفجأة شعر أدهم بالخطر وأطلقت غريزاتي صيح التحذير قوية حينما برق في عيني سونيا بريق فوز مفاجئ وهي تنظر إلى نقطة ما خلفه وأحس بأعماق تدفع دفعا إلى الإنحناء نحو الجانب الأيصر ولم يكاد يفعل حتى مرقت إلى يمناه رصاصة قوية شقة الهواء قبل أن تستقر الخطأ في كاتف بن هاشم الذي اختلط صراخه بصيحة سونيا الوحشية اقتلوه يا رجال مزقوه إربا برصاصاتكم واستدهر أدهم بسرعة البارق ليجد نفسه في مواجهة خمسة رجال يصعبون نحو مدافعهم الرشاشة وقد علت وجوههم نظرات شرسة متوحشة يقول رجال المخابرات المصرية إن جسد أدهم صبري اعتاد تلقى رصاصات حتى أنه لم يعد يأبه للألم الذي تصنعه إبان اخترقها جسده يقولون ذلك مزحي ولكنهم في بعض المواقف يتسألون عما إذا كان ذلك مزاحا أم لا ففي نفس اللحظة التي صدر فيها مواجهنا رجال الخمسة انطلق من فوهات مدافعهم الرشاشة سيل من الرصاصات كان نصيبه منها ثلاثة اخترقت إحداها ذراعه اليسرى وغابت الثانية في أعلى فغده اليمنى على حين مرقت ثالثة بين باطن زراع اليمنى وصدره لتصنع جرحا غائرا في الجانب الأيمن من الصدر وإنم تخترقه أو تحطم منه ضلعا واحدا ولو أن رصاصات الثلاث أصابت رجلا آخر لسقط منهارا من شدة الألم والمفاجأة ولكن أدهم صبري تصرف بشكل مختلف مختلف تماما فعلى العكس من ذلك بدأ وكأن الرصاصات لم تمسوا مطلقا أطلق نيران مدفعه رشاشة في جسارة وحنكة ومهارة مصيبا ثلاثة من رجال الخمسة في مقتل مطيحا بمدفعي الرجلين البقيين ثم هوى بكعب مدفعه على رأس أحد الرجلين ليفقد هذا وعي في الحال ودار على عقب قدمه اليسرى مصوبا لك مصاحقة إلى الأخير الذي تهشم أنفه ودارت الدنيا أمام عينيه قبل أن يسقط فاقد الوعي في نفس اللحظة التي قفز فيها خالد نحو أدهم وقد أغرطه جراح هذا الأخير بالانتصار والصأر لنفسه من هزيمته السابقة على يد الشيطان المصري نجح خالد بالفعل في الإطاحة بمدفع أدهم رشاش برقلة ماكرة قوية ثم هوى بلكمة أو دعها قراهية على ذراع أدهم اليسرى المصاب شعر أدهم بألم شديد في زراعه اليسرى ولكن الألم ولد في نفسه مزيدا من القوة والعز فسن رقبته ليغس متفاديا لكما أخرى وجهه إلي خالد ثم اندفعت قبضته اليمنى في معدة هذا الأخير وارتفعت صاقه اليسرى في مرونة عجيبة لترك القدم وجه خالد في قوة حطمت أنفه وأخلت بتوازنه ولم يكاد يحاول استعادته حتى انفجرت قبضة أدهم اليمنى ثلاث مرات متتالية سريعة في وجه خالد وعنقه وسقط بعدها هذا الأخير وهو يئن من الألم على حين التقط أدهم مدفع الرشاش في خفه وانتصب واقفا مصوبا إياه إلى سنية التي صاحت في زهول يا للشيطان إنك تفوق ما تصورته بكثير كيف فعلت كل هذا وجسدك محشو بالرصاص وبدلا من أن يجيبها أدهم قال في غضب وحزم ابتعدي عن الحبل يا سنية أطلقت سنية دحكة متوترة قصيرة وهي تقول حتى تنتصر هذه المرة أيضا أيها الشيطان المصري هذا محال إنني أفضل الموت على هذا وفي حركة مفاجئة سريعة قطعت سنية الحبل ورأى أدهم زميلته تهوي من ارتفاع سبعة أمطار وهي تطلق صرخة فزا عالية الغضب المدمر أسرع رائد محمد الخطى فوق مهبط الطائرات الهيليكوبتر التابعة للقوات الجوية المغربي يتبع سبع من رجال القوماندز المغربي واقترب من طائر مروحي بدأ على قائدها أنه ينتظر قدومه ولوح له بورقة في يده وهو يقول في عجلة لدينا أمر من جلالة الملك شخصية قاطعه الطيار في هدوء إنني أنتظركم يا سيدي أسرع بالصعوب فأنت تعلم صعوبة الإقلاع الليلي مما يضطرنا إلى التحرك بصورة أبطأ قفز رجال القوماندز السابعة داخل الطائرة واتخذ الرائد محمد مقعده إلى جوار الطيار الذي أضار مراوح طائرته وهو يسأل في هدوء أهي عملية تحرية جديدة؟ كنت أظن زمن الحروب قد ولل أجابه الرائد محمد وهو يرقب عملية الإقلاع البارعة التي قام بها الطيار الحروب الخارجية فقط يا صديقي ولكننا اليوم نعلن حربا على أكبر مهرب للسموم الميضاء متى الطيار شفتيه وهو يقول في شمئزاز ما أدنى مروج المخدرات هؤلاء إنهم يحاطمون المجتمع من داخله إنهم أسوأ من أعداء البلد الخارج قال الرائد محمد في قلق نعم إنهم كذلك ولكن أسرع بالله عليك فقد يقضي أشار القوم على خيارهم لم يكد أدهم يرامونة وهي تسقط من هذا الارتفاع ويسمع صرختها الملتاعة التي انقطعت بغطة حينما ارتطم جسدها برمال الصحراء حتى تملك غضبها المدمر انبعث في عروقه وحل محل الدم في خلاياه فأطلق صرخة قوية ارتج لها المكان وارتجف لها جسد سونيا جرهام في رعب حقيقي حينما اندفع أدهم نحوها صارخا أيها المتوحشة السادية أيها المجنونة شهرت سونيا خنجرها بأصابع مرتعدة في وجه أدهم في محاولة للدفاع عن نفسها ولكن أدهم أطاح بالخنجر في ضربة قوية بظهر كافيه اليمنى ثم هوا على وجه سونيا بصفعة مزهلة ارتج لها كيانها بأكمله قبل أن تتلقى عدة صفعات متتالية أفقدتها الوعي فسقطت ساكنة انحنى أدهم ينظر في لوعة إلى جسد زميلته التي تمددت ساكنة فوق رمال الصحراء وهو يغمغم في أسا مونة يا إلهي إن جسدها ساكن تماما ثم التفت في حدة حينما تناهي إلى مسامع صوت بوق رجال حافظ وهم يهرعون إلى المنطقة التي سمعوا فيها صوتا نيرا وسمع صوت أقدامهم تصعد إلى حيث يقف فعاد يلتقد مدفعها الرشاش قائلا في حزم ويل لكم أيها الأوغاد لقد حرمتمون رفيقتي ولن يكون سمن هزب أقل من حياتكم جميعا وفجأة سمع صوتا يقول استسلم يا رجل المخابرات المصري إننا نحيد بك من كل صوت لا أمل لك إلا الاستسلام وبدون أن يجيبهم أدهم قفز خلف حائل صخري وأطلق نيرا مدفع الرشاش بكل الغضب في أعماقه واشتعلت الحرب في قلعة الصحراء رفع حافظ بن باهي رأسه يصغي بسمعه إلى صوت القتال الدائر خارج الغرفة التي سجنه داخلها رجلاه سابقان خالد وبن هاشم ثم عاد يولي انتباهه إلى ذلك العمل العجيب الذي يقوم به وهو يبتسم في جنون قائلا لقد اشتهرت الحرب بين الجانبين وأحمل الجميع وجودي ولكنهم سيندمون وأطلق دحكة عجيبة قبل أن يرضف إن هؤلاء الأوغاد لم يعلموا بوجود المخبأ السري الذي أحتفظ فيه بمخزوني السابق من المتفجرات سأنسف القلعة بأكملها فوق رؤوسهم فليتحق القول شمشون علي وعلى أعدائي وعادت ضحقته الجنونية تجلجل في المكاء وهو يوصل أجهزة التفجير في همه ونشاط وسرعة اخترقت رصاصة قوية كتف أدهم اليسرى وشعر بذراعي تترخى إلى جواره وبألم شديد يسري في عنقه وجانب رأسه ولكنه لم يتوقف عن إطلاق رصاصات مدفع رشاش في استبسال عجيب مستخدما يمناه وحدها حتى فوجئ بتوقف مدفع رشاش عن العمل فانتزع خزانته ونظر فيها ثم ألقاها جانبا وهو يقول في هدوء خسرت هذه المرة يا أدهم صبري لن يمكنك مقاتلة عشرة رجال مسلحين وأنت أعزل توقف إطلاق النار قليلا ثم عاد الصوت يرتفع قائلا إننا نعرض عليك الاستسلام مرة أخرى أيها المصري نحن نعلم أن ذخيراتك قد نفدت استقى أدهم خلف الحائل الحجري في هدوء وتحسس إصابة كتفي وهو يغمغم في سخرين هراء يمكنك من تأتل قتلي ولكنني لن أرفع راية الاستسلام مدام بصدري نفسي تردد ويبدو أن رسالته وصلت إلى خصومه برغم خفوتها إذ غادروا مكان منهم في حذر وهم يقتربون من مخبأه وسمعه صوت اقترابهم فغمغم في تهاكم مرير ها هي الزي النهاية تقترب لم أكن أتصورها على هذه الصورة راودته فجأة فكرة جنونية وهو يتطلع إلى صور القلعة المواجه له فقال محدس النفسي في صوت غير مسموع ماذا لو قفزت إلى الخارج؟ إن الصور يرتفع حوالي عشرة أمطار في هذا الجانب وأسفل رمال الصحراء التي قد تخفف من وطأة الارتطاع سيشبه الأمر فرار مراد بيك من مزلحة القلعة التي عدها محمد علي المماليك صحيح أن الأمل ضائل للغاية بكتف محطمة وساق وذراع مصابتين ولكن هناك أمل على أي حال أما البقاء ساكنا فهذا يعني أنها حتمية برصاصات هؤلاء الأوغان كما أنه لا ضرر من المحاولة ونهضى من مكانه فجأة وقد استقر رأيه على إتيان هذه المحاولة الأخيرة ولكنه قبل أن يخطو خطوة واحدة سمع صوت رصاصة تنطلق وشعر بعمود من النار يخترق ظهري وتخزلت ساقه عن حمله ووجد نفسه على الرغم منه يهوي ساقطا على الأرض وقد وصل جسده إلى ظروط الإجهال وبدت المشاهد مهتزة أمام ناظريه وخيل إليه أنه يرى رجلا يقترب منه ويصوم مدفع الرشاش إلى رأسه فعمل جاهدا على أن يبتسم في سخرية وسمع الرجل يقول أنت تتمتع بروح ساخرة للغاية حتى في لحظاتك الأخيرة أيها الرجل سأظل أبدا الظهر فخورا بالرصاصة التي سأطلقها لرأسك الآن لم تغب الإبتسام الساخرة عن شفتي أدهم حتى حينما جذب الرجل سمام الأمان في مدفع الرشاش وإن بدأ الظلام يكتنع زهني وخيل إليه أنه يسمع هديرا قويا وصوت الرصاصة تخترق سكون الصحراء ثم أظلمت الدنيا أمامه تماما سنعود في قصتنا خمس دقائق فقط إلى الوراء وننتقل لنقص الأمر من داخل الطائرة المروحية التي تقل الرائد محمد وفريق القوماندوز المغربي إلى قلب الصحراء حيث تقبع قلعة حافظ بن باهي كان الرائد محمد يقول في قلق وتوتر هناك قتال يدور بالمدفع الرشاش على سطح القلعة قال الطيار وهو يزيد من سرعة الهليكوبتر لقد توقف القتال الآن لقد هزم أحدهم الآخر انقبض قلب الرائد محمد وهو يخرج مسدسه قائلا فلندع الله أن يكون المنتصر هو جانب الحق ثم أشار في جزع إلى سطح القلعة قائلا يا إلهي إنه العقد أدهم لقد أطلق عليه أحد هؤلاء الأوغاد رصاصة في ظهره لقد أصابه في ظهره التقى حاجب الطيار وانبعثت في داخله عزيمة قوية وهو يقول إنه لم يمت بعد فهو ذا أحدهم يصوب مدفع الرشاش إلى رأسه هي للأوغاد دفع الرائد محمد نافذة الهليكوبتر والصحف الطيار أسرع يا صديقي لن نسمح لهم بقتل هكذا ارتفع هادير الهليكوبتر وهي تنطلق فوق أسوار القلعة ورفع رجال حافز مدفعهم الرشاشة يحاولون إصابتها وانطلقت من مسدس الرائد محمد رصاصة مسددة بإحكام اخترقت رأس الرجل الذي يصوب فوهة مدفع الرشاش إلى رأس أدهم فسقط قتيلا من فوره على حين قفز رجال القوماندز المغربي في قصارة ليستقروا فوق سطح القلعة وتنطلق نيران مدافعهم الرشاشة وضع نهاية مؤسفة لشياطين الشر في قلعة الصحراء لم يكد آخر رجال حافز بن باه يلقي سلاحه ويرفع ذراعيه مستسلما حتى هبطت الهليكوبتر فوق سطح القلعة وقفز منها الرائد محمد قبل أن تمس عجلاتها الأرض واندفع في جزع نحو جسد أدهم الممدد ساكنا ومال نحو يفحص في قلق ثم هتف في لوعة يا إلهي لقد طلق جسده عددا كبيرا من رصاصات أنه يلفز أنفاسه الأخيرة لابد من الإسراع حرك أدهم شفتيه في تمتم خافطة فما للرائد محمد بأذنه نحو فم أدهم هاتفا ماذا تقول يا صديقي ماذا تريد بدى المشهد مؤثرا أمام أعين رجال القماندوس وخاصة حينما رفع الرائد محمد رأسه عن جسد أدهم وأسرع ينظر من فوق الصور إلى شيء ما أسفله ثم صاح لقد سقطت زميلاتها أسفل الصور عليكم بإنقاذها أسرعوا إنها رغبتي ثم التفت إلى الطيار صائحا في جزع أعد طائرتك للإقلاع فور نقل العقد أدهم والنقب منا إليها أيها الطيار إنني أمرك بتخطي حدود السرعة المسموح بها فلابد أن يصل إلى أكرب مستشفى في أسرع وقت ممكن لم تكد الهليكوبتر ترتفع بحملها السمين حتى هتف الرائد محمد من أعماقه ساعدهما يا إلهي لو أصابهما مكروه فلن أسامح نفسي مطلقا وفي تلك اللحظة اقترب منه أحد رجال الكوماندوس قائلا لقد أصرنا على فتاة فقد الوعي سيدي ولكنها سريمة لم يصبها سوء باستثناء بعض الكلمات في الواجهة وتمزق طفيف بشفة السفلة قطب الرائد محمد حاجبيه وقال وهو يتبع رجل الكوماندوس إلى الجانب الغربي من الصور فتاة وماذا تفعل هنا؟ وصل الإثنان إلى حيث رقدت سونيا جيرهام فقد الوعي وانحن الرائد محمد يفحصها وهو يقول في مزيج من الدهشة والفضول هي إلهي إنها رائعة الجمال لقد ضربها أحدين في قصوة وغضب ثم أردف وهو يمتع عينيه بمرأة فتنتها إلى أي الجانبين تنتمي يا ترى؟ سمع صوت رجل آخر يقول لقد عصرنا على السيد حافظ يا سيد الرائد استدار الرائد محمد يسأله في اهتمام هي إلهي أين هو؟ ترى تدى الرجل اللحظة ثم قال إنه هناك داخل سجن صغير في الجانب الشرقي من القلعة وقد أصيب بالجنود حدق محمد في وجه الرجل بدهشة ثم صح في حدة ماذا تعني أيها الرجل؟ عاد الرجل إلا تردده جزء من الثانية ثم قال إنه يضحك ضحاقات عجيبة ولقد أطلق النار على أحد رجالنا حينما حاول إخراجه من سجنه وهو يعبس ببعض الأسلاك والأجهزة ويصنع منها تكوينا عجيبا اتسعت عين الرائد محمد وهو يقول تكوين ماذا؟ ثم قفز إلى وراء وهو يصرخ ابتعدوا جميعا عن الجانب الشرقي أسرعوا قبل أن وقبل أن يتم عبارته تردد في أرجاء الصحراء المغربية صوت فجار قوي عنيف ووضيئة ريمال المحرقة بهج مشتاع المرعب وانتهت إلى الأبد قضية حافظ بن باهي الختاء رفع مدير المخابرات المصرية رأسه يتأمل قدري الذي وقف أمامه بجسده البدين الضخم وأدهشه بشحوب وقهه برغم بداناتي الواضحة وخيل إليه أن قدري قد فقد بضعة كيلو جرامات في اليومين الأخيرين ولكنه عاد إلى مطالعة بعض الأوراق فوق مكتبي وهو يسأل في صرام ماذا تريد قدري؟ لم ينطق قدري بكلمة واحدة ولكنه دس ورقة صغيرة أمام عيني مدير المخابرات الذي زوم بين حاجبيه وهو يقرأها ثم رفع رأسه مرة ثانية مواجها قدري وهو يقول في حدة ماذا حدث لهذه الإدارة؟ إنه خامس طلب حصول على إجازة يقدم إلي هذا الصباح ماذا أصابكم؟ خرك صوت قدري متحشرجا جافا وهو يغمغم هو أريد الصفر إلى الرباط صح مدير المخابرات في غضب؟ الجميع يريدنا الصفر إلى الرباط يالها من إدارة متسيبة هل تريدون مننا أن ننقل إدارة المخابرات المصرية للمغرب؟ اندفع قدري فجأة يقول في حدة لم يعهد فيه أحد من قبل لا يمكنني أن أبقى هنا وأترك أدهم يصرع الموت في مستشفى الرباط المركزية سيدي وتفجرت الدموع من عينيه فجأة وهو يستطرد وقد ازداد صوت حشرجا لقد كان بجانبي دائما في كل محنة مررت بها لقد أنقذ حياتي مرتين على الأقل حينما أسعدتني الظروف بمشاراقته إحدى مغامراته ولو أنني أنا المصاب لوجدت أدهم إلى جواري في لمح البصر ولو كنت في المريخ إنه أنبى الرجل عرفته في حياتي يا سيدي ولابد أن أكون إلى جواره الآن تحدث مدين المخابرات في لهجة أرادها جافة صارمة ولكنها خرجت على الرغم منه رقيقة تحمل صيقة الاعتذار لقد كان يؤد واجبه يا قدري وهكذا عمل المخابرات لابد لنا من إهمال عواطفنا ومشاعرنا مادم الأمر يتعلق بالعمل قال قدري في خشونه إنني لا أحمل ردب عسكرية سيدي ويمكني ترك عمل المخابرات ارتسامة ابتسامة حانية على وجه مدير المخابرات وهو ينهض من خلف مكتبه ويدور حوله ليقف إلى جوار قدري ويربط على كاتفه قائلا ولكن موهبتك تجعلنا نفخر بعملك إلى جوارنا يا قدري وكان من الأولى أن تفخر بزميلك أدهم صبري قد قم بعمل بطول هناك خرجت من بين شفتي قدري ضحك الساخرة مقبل مرارة وهو يقول وهل الدليل على ذلك هو أن تنشر الصحف المغربية خبر ماصر حافظ بن باهي الذي ذهب أدهم خصصا للقضاء عليه وتصفه بأنه بطل لقى مصرعي وهو يحارب شبك التجسس في بلاده ابتسم مدير المخابرات ابتسامة شاحبة وقال هذه هي السياسة للأسف يا قدري وهي أمر شديد التعقيد يحار فيه الكثيرون فهذا الرجل حافظ بن باهي يمثل قوة سياسية كبيرة في المملكة المغربية ولقد كان مجرد القاء القبض عليه بتهمة الإتجار في المخدرات كافيل بصنع مشكلات عديدة مما قد يعطي الأمور أبعادا سياسية غير ما رغوب فيها وهذا هو سبب إرسال أدهم صبري لمعالجة الأمر هناك ولكن سمت مدير المخابرات لحظة ثم استطرق عندما أصيب رجل بالجنون ونصف قلعته مما أصفر عنه مصرع أربعة من رجال القوماندوز المغربي وإصابة الثلاثة الآخرين والرائد محمد بإصابات خفيفة بالإضافة لمصرع بن باهي بالطبع كانت هناك مفاجأة كبرى ألا وهي العثور على سونيا جرهام وسط المصابين وهنا عصرت السلطات المغربية على الإسلوب الأمثل لمعالجة الأمر دون إصارة للمشاكل السياسية فقيل إن حافز بن باهي لقي مصرعي وهو يحارب شبكة جاسوسية ترأسها سونيا جرهام وهكذا بدى الرجل بطلا وانتهت في الوقت نفسه مشكلة المخدرات واستقبل الشعب الأمر في هدوء حتى أنني أشعر بالإعجاب تجاه جللة ملك المغرب لأسلوبه الحكيم في معالجة الأمور غامهم القدر في حنق ويدفع أدهم ومن الثمن استرد مدر المخابرات وكأنه لم يسمع تعليق قدر ولقد تفضل جللة الملك بنقل أدهم ومنه إلى جناح العلاج الملكي بمستشفى الرباط المركزي حيث أجريت ثلاث جراحات عاجلة قام بها أكفل أطباء لاستخراج رصاصات من جسد أدهم ثم نقله بعد ذلك إلى غرفة رعاية مركزة خاصة يشرف عليه فيها أربع من أعظم أطباء العالم في هذا المجال أما منه فلم تصب لحصن الحظ سوى ببعض الردود وكسر في الصق اليمنى وستتماثل للشفاء سريعا والفضل يرجع في ذلك إلى رمال الصحراء فلو أنها سقطت على أرض صلبة لكان الأمر أخطر بكثير سيت الصمت لحظة ثم التفت مدير المخابرات إلى قدري وقال وهأنت ذا ترى أن الأمور تعالج بفكل سريع ولكن من الصعب في عالم المخابرات أن تكشف كل الأوراق أو يترك العينان للعواطف أترك قدري برأسه أرضا وغمام في حزن وهل سيشفى يا سيدي؟ ربط مدير المخابرات على كتفيه قائلا فلندع الله سبحانه وتعالى أن يبقيه لنا يا قدري إنها مرد دموع غزيرة من عين قدري وعكزت الكلمات عن الخروق من بين شفتيه فعاد مدير المخابرات يربط على ظهري قائلا هل ترى هذه الأوراق التي كنت أطالعها إبان وصولك يا قدري؟ إنها ملف العمليات التي قام بها أدام صبري لصالح المخابرات المصرية قبل انضمامه إلينا رسميا وقبل أن تنضم أنت أيضا لنا بعد أن أنتهي من مطالعاتها سأسمح لك بقراءتها لتعلم كيف كان رائعا منذ البداية قال قدري في حرارة وسيظل كذلك يا سيدي إنني لا أتصور مطلقا أن تفقد إدارتنا رجلا مثل أدهم صبري ولا أن ينتهي بهذه الصورة من يدعى رجل المستحيل هذا هو المستحيل يا سيدي تمت بحمد الله أتمنى يكون عدد النهاردة عجبكم والأصدقاء اللي متابعين الحلقات إذا عجبتكم الحلقة ياريت ندوس لايك ونسيب تعليق يلق بحضراتكم وإذا كنتم جداد على القناة أتمنى نشترك ونفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته